انا بس عايز اواريلك حاجة شوف الجيش بتاع او يعني هادي انا لا اعطتك اصفه بانه جيش هادي بص دول المستوطنين الجيش ايهم بيقول اسلحنا بنحارب علشان كذا وكذا واصل حماس وما حماس طيب دول شوية مستوطنين دول الرعاعة يعني هؤلاء الرعاعة اللي انت شايفهم قدامك استولوا على العربية من العربيات اللي بتنقل المساعدات الانسانية الاكل والشرب والعلاج وكل اللي هو بيعملو بيعملو ايه بيكسرها ويدمرها ويهدرها ويسويها باق الارض والتراب والاسفل ده كل اللي هو بيعملو هل ده معنى انا بقللك من اللي بيعملو لا احنا بنتكلم على مساعدات يا جماعة الناس دي ترفض فكرة الحق الانساني في الحياة الحق الانساني في الطعام وفي الشراب وفي العلاج هم دول المجتمع الإسرائيلي ده اللي انت لازم تشوفه وده اللي لازم العالم كله يراه هذا الفيديو لازم يراه الطلبة في كل حتة في العالم لأنه هم الحقيقة على ما يبدو وهم اللي هيحلوا الأزمة الصراع الطويل اللي تكلم عليه ستلقى محمد الغباري واللي بيتكلم عليه كل المحللين وكل الناس هذا الصراع الطويل المضني الممتلئ عن بكرة أبيه بدماء العرب تخيل ان اللي ممكن ينهيه فعلا هؤلاء الطلاب المطالبين بالحرية وبالعدالة وبالمساواة وبحق الإنسان في الحياة والحرية لفلسطين والحرية لكل طالب في دول تم توقيفه واعتقاله لأنه ينادي بالحق وبالحرية حرية اشتركوا في القناة